قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف من شأن التصريحات البريطانية التي رجحت أن يكون تحطم الطائرة الروسية في سناء ناتجاً عن انفجار قنبلة وقال ميدفيدف في اجتماع حكومي إنه من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن أسباب تحطم الطائرة وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هامونت قد أكد أن ثمت أدلة تدفع للاعتقاد بأن تحطم الطائرة ناتج عن هجوم كما رجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الحادث من تدبير تنظيم الدولة الإسلامية وتعمل بريطانيا مع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة لترحيل سياح البريطانيين من منتجع شرم الشيخ المصري